نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من تحذير منسوب لوزارة البترول بشأن التجديد على المواطنين بضرورة إغلاق محابس عددات الغاز مسبقة الدفع بالمنازل مساء اليوم نتيجة لوجود أعطالة وقد توصل المركز مع وزارة البترول التي أكدت أنه لا يوجد منشور تحذيري صدر وأنه لا صحة لما نسب لهذا المنشور التحذيري المتداول واجتدت الوزارة على جودة وكفاءة كافة عددات الغاز الطبعية سواء التقليدية أو مسبقة الدفع موضحة أن المتعارف عليه هو إعلام وعملاء عداد غاز المنازل مسبق الدفع بوقف استخدام الغاز الطبعي ليوم الرابع عشر من كل شهر بدءا من الساعة الحادية عشر مساء وإعادة استخدامه مرة أخرى في الساعة الثانية عشر وعشر دقائق بعد منتصف الليلة وذلك لإجراء عملية صيانة ذاتية لتلك العددات في ذلك التوقيت دون وجود أي أعطال فنية ترجمة نانسي قنقر